السلام عليكم تلامتنا الأعزاء بعدما تطرقنا في سابقا إلى المزوئات السابقة الآن نمر إلى المزوئة الثانية المتعلقة بالفاعلية والإبداع وفيما يتعلق بالمفهوم الأول والدرس أو المحور الأول من داخل المفهوم له المفهوم التقنية والعلم إلى المحور الأول وهو التقنية خاصية إنسانية الإشكال المحوري المطروح أو القضية المحورية داخل هذا المحور يتعلق لماذا التقنية خاصية إنسانية لأن عندما نلاحظ داخل المصار التاريخي للتقنية كما قلنا سابقا في التقديم للمزوئة لاحظنا أنه هذا المصار أن التقنية في علاقة بالإنسان قديمة قدمة التاريخ بمعنى أنه منذ بداية الإنسان يمكنك أن نوجد تقنية بمعنى ذلك أن التقنية لا تتجلى في الآلات والأدوات بقدر ما هي خطة استراتيجية إلى غير ذلك هنا طرح الإشكال لماذا التقنية خاصية إنسانية؟ لأنه نجد أيضا الكائنات الأخرى لها تقنيات إلى غير ذلك ولكن هل يمكن اعتبارها تقنية كما هي لدى الإنسان؟ لذلك طرح السؤال لماذا التقنية خاصية إنسانية؟ وهل هي مشتركة ما بين الإنسان وما بين الكائنات الأخرى؟ إذن هذا هو الإشكال الذي سنحاول إجابة عنه من خلال المواقف الفلسفية المتعددة إذن لاحظوا معي جيدا أنه دائما في المحور نتطرق إلى عنصرين رئيسية أولا الإشكال المحوري سنحاول إجابة عنه دائما من خلال مواقف فلسفية إذن عندنا الموقف الأول اللي هو روني ديكارت ومن لا يعرف روني ديكارت نتكلم عن القرن السابع عشر 1650-1596 ديكارت تأثر بعصره بما ساد في القرن السابع عشر لما نتكلم عن القرن السابع عشر نتكلم عن التورة نتكلم عن صناعة نتكلم عن العلم نتكلم عن الرياضيات عن الفيزياء إذن ديكارت لن يخرج عن هذا الصياق فهو ابنه بيأتي وبالتالي التأثير سيأتي من هذه التورة وبالتالي لما يتحدث ديكارت من خلال نص دياله إذن نحن بحكم ذيق الوقت إلى غير ذلك أننا لن نأخذ النص في شموليتي فقط أننا سنحاول أن نجزئ منه على الأقل فقرة معينة أشرت لها باللون المغايري هذه ونحاول أن نشتغل عليها بمعنى أن هذا الفقرة هي قلب أم الص يمكن نسميها أطروحها إذا أردت بشكل مباشر إذن لاحظوا معي جيدا سأحاول قراءة هذه الفقرة لأن هذه المبادئ أبانت لي إذن المفاهيم باللون الأخضر والبقية هي فيها مصطلحات وفيها روابط إلى غير ذلك لأن هذه المبادئ أبانت لي أنه يمكننا الوصول إلى معارف عظيمة النفع في الحياة وأنه يمكننا أن نجد بدلا من هذه الفلسفة النظرية التي تعلم في المدارس فلسفة علمية إذا عرفنا بواسطتها مال النار والماء والهواء والكواكب والسماوات وسائل الأجسام الأخرى التي تحيط بنا من قوة وأفعال معرفة متميزة كما نعرف آلات صنائعنا استطعنا أن نستعملها بالطريقة نفسها في جميع ما تصلح له من الأعمال وأن نجعل أنفسنا بذلك سادة الطبيعة ومالكها إذن اكتفيتنا بهذا هذا النص كله النص بقي هذه حتى النهاية دياله ها هي أنا اكتفيت فقط بهذه الفقرة لأنها تتضمن ما يمكن أن نشير إليه فيما يتعلق بالمنهجية بمعنى أن هذه الفقرة تتضمن كما قلت سابقا ثلاثة عناصر رئيسية يمكن أن يتعامل مع التلميذ فيما يتعلق بالنص بتحليل منهجية إلى غير ذلك ثلاثة عناصر أعيد تكرار هذه العناصر لأنه ضروري أن التلميذ يتعرف عليها فيما يتعلق بالكتابة المنهجية من ضمن هذه العناصر كنت تكلم دائما على المفاهيم المفاهيم أشرت في الأول قلت المفاهيم أو العبارة المكتوبة بأخضر هي مفاهيم فلسفية ثلاثة مفاهيم أو أربع على الأقل أنه ثلاثة مفاهيم لأنها دائما نركز على العلاقة بين المفاهيم إذن لما نتكلم عن المبادئ لأن هذه المبادئ هي المعرفة التي تكلم عنها المبادئ العقلية التي تكلم عنها ديكارت بما فيها من تقنية إلى غير ذلك يتكلم فيها عن الفلسفة النظرية بمعناها من قبل كانت هناك سيطرة على الفلسفة النظرية ما تقصد فلسفة النظرية هنا نتكلم عن تلك المعارف التي كانت تدرس داخل الكنيسة نعرف ذلك الصراع الفكري الذي حاول ديكارت أن يتخلص من خلال المنهج المعروف يلو المنهج الشكي وبالتالي اعتماد العقل بدل سقوق الغفراء إلى غير ذلك إذن الفلسفة النظرية سيتم متعويضها بفلسفة عملية إذن ما معنى فلسفة عملية ها هو أشار لها إلى هذا يعني ذلك هواء الماء والنار إلى غير ذلك هو لا يقصد هذه العناصر بالذات ولكن نتكلم عن قانون كونية عن اكتشافات كونية عن قانون فيزيائي عن قانون ريادي إلى غير ذلك بمعنى أن هنا الفلسفة العملية الهدف ديالها هو اكتشاف القوانين العلمية من خلال التطبيق الفعلي لمجموعة من الوسائل والأدوات العلمية إلى غير ذلك هذه الأدوات العلمية يمكن أن ندرجها في ما يسمى بالتقنية بمعنى أن العلم يوظف التقنية هنا من أجل الوصول إلى هدف معين لدى ديكارت اللي هو الأخير أن نجعل أنفسنا سادة على الطبيعة لاحظوا معي هذا هو آخر ما حاول ديكارت أن يصل إليه هو السيطرة على الطبيعة هو حتى الطبيعة على البوح بمكنولاتها بالسيطرة عليها بالتحكم إلى غير ذلك إذن لاحظوا معي جيدا إذن المفاهيم ثم النقطة الثانية دائما تكلموا على المصطلحات مصطلحات المصطلحات هي كلمة عادية يمكن أن تساهمها في الشرح الهدف ديال المصطلحات حتى لا صعب عليكم الأمور الهدف ديال المصطلحات هو أنه دائما أنها تحاول تسهيل عملية التوسع في الأطروحة ثم ما يسمى بالروابط الروابط باختصار هي ما يسمى بالفلسفة بالحجاج إذن لما نتكلع الروابط يمكن تكون روابط كأدوات كحجاج تأكيد نفي إلى مقارنة مثال إلى غير ذلك إذن لاحظوا معي كأن معرفة مقارنة ما بين المعرفة العمالية ومعرفة الصناعع إلى غير ذلك هناك إن مقارنة يمكن يكون تأكيد إلى غير ذلك إذن لاحظوا معي ثلاثة العناصر الرئيسية ينبغي على التلميذ أن يتعامل معه فيما يسمى بالمنهجية التحليل وهي المفاهيم المصطلحات هذا على مستوى النص لاحظوا معي جيدا أنا أتكلم على تحليل النص ولا أتكلم على المنهجية المنهجية لما نتكلم مثلا عن الدورة الثانية أننا فيما يتعلق بالسنة الأولى جميع الشعاب أنه سيكون على شكل تحليل حلل وناقش بمعنى ذلك نص على شكل فروض حلل وناقش أنا هنا أتكلم عن كيفية تحليل النص أما المنهجية في شيء آخر المنهجية عندما نتكلم عن التحليل التحليل تكون في ثلاث عناصر المفاهيم الطروحة والحجيش هذا هو المفاهيم المناقشة يكون في المواقف الفلسفية سنأتي على ذلك في هذا الدرس إذن سنحاول أن نشتغل على هذا الدرس بطريقة المنهجية إذن غير جعل هذا النص الذي نشتغل عليه وهو نص سأطبق عنه في الأخير طريقة المنهجية باختصار الآن حاولوا أن تركزوا معي فقط على مسألة كيف أتعامل مع نص كيف أحل النص كيف أعيد صياغة نص إلى غير ذلك إذن باختصار لدينا مفاهي وهي مبادئ معرفة علمية معرفة ريادية معرفة فيزيائية إلى غير ذلك ثم عندنا فلسفة نظرية بمعنى أنها تشتغل بعيدا عن الجانب العلمي التطبيقي إلى غير ذلك في المقابل نجده فلسفة عملية بمعنى أنها تحاول اكتشاف قاون الفيزيائي إلى غير ذلك ثم مصطلحات ثم حجاج يمكن تكلم على المقارنة هنا وفي الآخر وصلنا إلى نتيجة يحاول ذيكارت أن يؤكد عليها وأنه الهدف من هذه المراحل كلها أن نكون سادة على الطبيعة وحفظ الصحة أيضا النفع في الحياة الخيرات إلى غير ذلك من المسائل التي حاول تطرق إليها إذن اختصار أدوة أطروحة ديكارت إذن هذه هنا بشكل واضح التقنية حسب ديكارت فيلسوف فرنسي هي مجرد وسيلة إذن هذا هو بالنسبة لنحن الهدف إذن لماذا هي خاصية إنسانية ها هل هي مشتركة بين كائن الإنسان والحيوانات إلى غير ذلك يؤكد ديكارت أن التقنية خاصية إنسانية ولكنها تبقى مجرد وسيلة ليس إلا ولا يمكن أن ترقى إلى مستوى العقل إذن لاحظوا معي جيدا إذن ديكارت لما يتكلم في كوجيط أنا أفكر إذن أنا موجود فهو يتحدث عن قيمة العقل الإنساني باعتباره الأساس للهوية الشخص باعتباره مركز الإنسان لا يمكن أن تضاهيه التقنية إذن هناك انفصال تام على مستوى الهوية بمعنى المنطلق التقنية والعقل مختلف لكن من جهة أخرى تبقى التقنية خادمة للعقل لأن اعتباره هو المحدد الرئيسي للإنسان فالتقنية حسب ديكارت كما يؤكد بمقالة في المنهج لا تعد أن تكون مجرد وسيلة تمكن الإنسان من السيطرة عن الطابعة كما جاء ذلك في النص الذي تطرقنا إليه فيما سبق فالغرض الأساسي للتقنية في نظر ديكارت توفير الخيرات أسباب الراحة حفظ الصحة إلى غير ذلك إذن لاحظوا معي إذا أتكلمك أطروحة مستخلصة من نص ديكارت يمكن أن نقول أن ديكارت يؤكد على أن التقنية هي خاصية إنسانية ولكن هي مجرد وسيلة لحفظ الصحة للسيطرة على الطبيعة وتبقى خادمة للعقل الإنساني الذي هو المحدد الرئيسي للهوية الشخصية للإنسان إذن باختصار تطرقنا إلى مفاهيم تطرقنا إلى حجاج تطرقنا إلى أطروحة كما كان سابقا بمعنى أنه في الدروس السابقة أو في الفروض التي مرت حاولنا تعويدكم على مجموعة من العناصر ما يتعلق بالملهجية منها الإشكالية كيف تستخرج الإشكالية كيف يستخراج المفاهيم حاول التطرق إليه الآن كيف يستخراج وتطرحة ثم الحجاج إلى غير ذلك الآن في مرحلة الثانية أو في الدورة الثانية أننا سنحاول تجميع هذه العناصر متكاملة من أجل صياغة منهجية متكاملة للكتابة الفلسفية بمعنى أننا سنعتمد على نصوص ولكن في إطار نوع من التكامل في الكتابة المنهجية وهذا ما سنحاول أن نشتغل عليه في هذه النصص إذن لاحظوا معي جيدا إذن الآن كنت أشتغل على نص ديكار إذن لنفترض أنه هو النص الذي سيكون مثلا فرد لديكم إذن فيما يتعلق بطريقة المنهجية نحن الآن نشتغل في إطار مزوءة الفاعلية والإبداع مزيئ إذن عدنا الفاعلية والإبداع التي هي المزوءة تنتبعها العنصر الثاني الذي هو المفهوم ثم تنتبعها العنصر الثالث الذي هو المحور مزيئ إذن هذا النص الذي هو صاحبه لصاحبه ديكار سأقول في إطار منهجية تجميع تلك العناصر هذا النص هي منهجية كلاسيكية ولكن ليست يمكن أن نعتبرها ليست منهجية تابتة إلى غير ذلك فلكل أستاذ طريقته وتعامله ومنهجيته الخاصة فقط هذا مثال يمكن أن يحتدى به ولا يعني أن نلزم به كل تلميذ بمعنى أنه لكل تلميذ الحرية في التعبير إلى غير فقط احترام مجموعة من العناصر والشروط المعروفة في المنهجية من ضمنها أنه لا بد من تطرق إلى المزوء أو إلى المفهوم إلى المحور في المقدمة ثم الإشكه إذن لما نتكلم عن الصيغة المعروفة المقدمة عرض خاتمة إذن المقدمة في هذه المزوءة أرجع لهذا النص إذن عندي ديكارت بغيت ندير لي واحد تطير داخل المقدمة إذن المقدمة في أربعة العناصر في هذه المزوءة ثم فيها المفهوم فيها المحور وفيها الإشكه إذن أربعة عناصر سأحاول أن أطبق عليها نص ديكارت إذن سأقول هذا النص الذي بين أيدينا ينتمي إلى مزوءة أش مزوءة الفاعلية والإبداع سنعرف المزوءة تعريف الفاعلية والإبداع ثم فاصلة أضيف المفهوم وبالتحديد مفهوم التقنية والعلم إذن حدد جوج بقالية بقالية المحور وبقالية الإشكه إذن هذا النص ينتمي إلى مزوءة الفاعلية والإبداع تنعرف المزوءة وبالتحديد مفهوم تقنية والعلم الذي سنعالج من خلاله قضية محورية إذن من اللي نقول قضية محورية أشير إلى المحور إذن المحور اللي عندنا هنا وهذه التقنية خاصية إنسانية هذا هو المحور اللي نترقل الآن إذن الذي سنعالج من خلاله قضية محورية تتعلق بقضيات التقنية يمكن أن تكون خاصية إنسانية ويمكن أن تكون مشتركة إذن هذه المفارقات حاولت نطرحهم وهما التي تعطيني الإشكالات إذن قضية محورية تتعلق بقضية التقنية التي قد تكون قد تكون خاصية إنسانية وقد تكون مشتركة مع الإنسان وهو ما يدفعون إلى طرح التساؤلات التالية التساؤلات يمكن أن نطرح على شكل إشكالات هل التقنية خاصية إنسانية ولماذا هي خاصية إنسانية وهل مشتركة مع كائنات الأخرى إذن بذلك نكون أنني أطرت النص في المقدمة ككل ثم أمر إلى العرض يكون في العناصر يكون في التحليل ويكون في المناقش جوج إذن بالنسبة للتحليل هي ثلاثة مراحل ذكرتهم سابقا وأعيد تكرارهم نستخرج المفاهيم نستخرج الأطروحة ونستخرج الحجير إذن إذا رجعتم معي هنا فين اشتغلت الهدف إذن هالتحليل الهدف دياله هو المفاهيم الاستخرج واستخرج الحجاج وطروحة هيا إذن نحظو معي إذن يمكن نقول أنه قبل الإجابة عن الإشكالات التي طرحت في التقديم لابد من استخراج المفاهيم المتضمنة في النص منها مفهوم المبادئ نقصد بها المعرفة العامة ثم الفلسفة النظرية بمعنى الفلسفة التي تعتمد التأمل والخيال إلى غير ذلك ثم الفلسفة العملية التي يقصد بها صاحب النص قوانين الفيزياء والاكتشاف دي القوانين الطبيعة إلى غير ذلك إذن نستخرج المفاهيم ما الغرض منها وإدراك تلك العلاقة بين المفاهيم التي ستعطيني الأطرح إذن انطلاقا من العلاقة بين المفاهيم يتبين أن صاحب النص يؤكد على فكرة مفادها أن الفلسفة العملية تؤدي بنا على عكس الفلسفة النظرية تؤدي بنا إلى التحكم في الطبيعة وجعلنا سادة عليها وتجعلنا نتمتع بالخيرات إلى غير ذلك معتمدا في ذلك مجموعة من الحجاج من ضمنها مثلا المقارنة يمكن يكون تأكيد إلى غير ذلك وبالتالي إذا تكلمت على نصير على الأقل أنني حاولت أن أحيط بالتحليل ماذا بقي الآن المناقشة إذن قتلية المناقشة هي مليك نتكلم عليها على المواقف الفلسفية المختلفة إذن المواقف الفلسفية عندنا الموقف الأول لديه لصاحب النص إذن مليك نصل لمناقشة أو مليك ندخل لمناقشة نحاول نطرح مواقف أخرى إذن فيما يتعلق بالمناقشة يمكن أن نقول من خلال التحليل يتبين أن صاحب النص الذي كان يشتغل عليه هو ديكارت أنه يؤكد على أن التقنية خاصية إنسانية ولكن تبقى مجرد وسيلة من أجل السيطرة إلى غير ذلك بينما نجد بالمقابل فيلسوف آخر وهو أسفالد شبينغر هو فيلسوف ألماني يؤكد على عكس ما جاء به ديكارت على أن التقنية مشتركة مع الكائنات الأخرى منطرقا في ذلك من أن جميع الكائنات تمتلكوا تقنيات ولكنها تختلف من ناحية الدرجة أو الطريقة بمعنى لما نتكلم عن نص أسفالد شبينغر فهو يتكلم على أن التقنية لا يمكن أن نأخذها بالمفهوم اليوم بمعنى الآلة إذن هو من أجل أن نفهم التقنية جيدا ينبغي أن نتجاوز ثلاثة عناصر أولا المشكلة الأول الذي يطرح وأن التقنية تم تفسيرها بالعصر الآلي بمعنى هي أدوات تقنيات هاتف باخرة قطار إلى غير ذلك بالنسبة لشبينغر ليس تدي التقنية المفهوم الثاني والخاطئ يختزل التقنية في صناعة الأدوات والآلات إذن لما تسأل أي شخص مام التقنية يقول يمجمع الأدوات والآلات إلى غير ذلك العائق التالي التالي في نظره أن التقنية ينظر إلى التقنية من خلال وظيفة الأدات فقط ما معنى وظيفة الأدات تتكلم على ما ينظر تتكلم على ذلك هي في يد مثلا اليد وهذا القلم هذا القلم تقنية مسخر للآدات التي هي اليد إذن بالنسبة شبينغر أنه لكي نفهم التقنية ينبغي تجنب هذه العوائق التالات إذن كيف تعامل مع التقنية أرجع إلى النص وأركز دائما كما قلت لضيق الوقت على فقرة اعتبرها بمثابة ملخص أطروحة لصاحب النص حاولت أن أختصرها بلون مغاير من أجل التوضيح دائما قلت أن الكلمات باللون الأخضر هي بنسبة مفاهيم فلسفية لصاحب النص إذن حسب شبينغر التقنية وجود حر الحر للحيوان هو الصراع وليس شيئا آخر غير الصراع إذن التقنية مثلا بالنسبة للحيوان عند شبينغر هي صراع سماها هو خطة خطة حيوية ما معنى خطة حيوية هي الصراع من أجل البقاء هي غريزة في الحيوان بمعنى أنه تفرض قانون الطبيعة وليست من وحي العقل الحيوان إلى غير ذلك أما التقنية في دلالة الإنسانية فهي خطة للحياة إذن ماذا نقول خطة في الحياة فنحن نتكلم عن استراتيجية إذن لاحظوا معي استراتيجية نتكلم على أفكار إذن لاحظوا معي جيدا إذن لا تتجاوز منطق الغريزة تتجاوز منطق القانون الطبيعي إلى الإبداع إلى الفاعلية إلى التميز إلى غير ذلك بمعنى هي عملية استباقية لمجموعة من الأحداث هكذا هي التقنية حسب شبينغر إذن هي ليست وسيلة كما قال ديكارت ولكن هي خطة للحياة إذن في نهاية هذه الحصة حاول نتطرق إلى مجموعة أو موقفين هو الموقف الأول لديكارت الذي يعتبر تقنية وسيلة بينما شبينغر يعتبرها خطة حياة وهكذا تلامذنا الأعزاء نكون قد أنهينا هذه الحصة في انتظار إن شاء الله حصة تانية لكم جزيلا شكرا على الانتباه السلام عليكم شكرا